أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِّرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَرِجِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ سَلِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّيِّسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عِبَادَ اللَّهُ أُوسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَىٰ اللَّهُ لقد جدَّه وجهد الإسلام في حف المسلمين وترغيبهم في التآزر والتعاطف ليجعلهم أمة مثالية في اتحادها وتعاضدها في تحقيق أهدافها ودفع الأزمات والأخطار عنها ودعب على غرس تلك المفاهيم السامية في نفوس المسلمين ليزدادوا قوة ومنعة وتجاوبا في أحاسيس الود ومشاعر الإخاء إن الدعوة إلى التعاون التي تؤكد عليها القرآن الكريم تعتبر مبدأٌ إسلاميًا عامة تدخل في إطاره جميع المجالات الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والحقوقية وغيرها نقرأ في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى في سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم سلنا محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب عباد الله قد أوجبت هذه الآية أو الآيات قد أوجبت الدعوة على المسلمين التعاون في أعمال الخير كما منعتهم ونهتهم عن التعاون في أعمال الشر والإثم لقد دعا الإسلام المسلمين إلى التعاون في أعمال الخير والمشاريع النافعة والبناء فقط ونهى عن التعاون في الظلم والعدوان والمفهوم الصحيح للتعاون والتآزر يجب أن يتم سواء في الدعوة إلى عمل الخير أو في مكافحة الأعمال المنكرة قال بعض العلماء أما في العلاقات الدولية فلو امتنعت دول العالم أن التعاون مع كل دولة معتدية أيًا كانت لقضي بذلك على جذور العدوان والاستعمار والاستغلال في العالم ولكن حين ينقلب الوضع فتتعاون الدول مع المعتدين والظالمين بحجة أن مصالحهم الدولية تقتضي ذلك فلا يمكن توكع الخير أبداً من وضع كالذي يسود العالم اليوم عباد الله للفرد قيمته ومنزلته في المجتمع بصفته لبنة في كيانه وغصناً من أغصان دوحته قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لابنه الحسن يا بني اجعل نفسك ميزاناً بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك نقرأ في رواية عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي مفضل يقول يا مفضل اسمع ما أقول لك واعلم أنه الحق وافعله وأخبر به عيلة إخوانك قلت جعلت فداك وما عيلة إخواني قال الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم ثم قال ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله تعالى له يوم القيامة مئة ألف حاجة من ذلك أولها الجنة كما في البحار وروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه عباد الله فإن الجود والسخاء من الفضائل الأخلاقية المهمة وكلما كان البخل من علامات الدناء والحقارة وضعف الإيمان وفقدان الشخصية للإنسان البخيل كان الجود والسخاء من علائم الإيمان وقوة الشخصية وسمو المكانة الاجتماعية للشخص أخيرا نحن في هذا الزمن كثير من الناس صاروا مرضى لهذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ويشفي كل مريض يا حب ذا لو كان قضاء حوائج الناس بالكتمان إكراما للناس ولعيالهم وخصوصا المستضعفين من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأوقات نشاهد الناس يقومون بالخير جزاهم الله خير الجزاء ولكن الأسلوب الذي يستخدم قد يكون خاطئا نشر ما تساعد الناس في وسائل الاجتماع هيث يعرف الجميع أنك ساعدت الفلان ساعدته في شيء كذا وكذا قد يكون جيدا لك ولكن لا يمكن أن يكون للذي ساعدته جيدا له ولعياله وخصوصا أتباع آل محمد صلوات الله وسلامه عليه حينما تساعدون الذين بحاجة وتنشرون الأخبار في كل العالم قد تسبب مشكلة لهذا الذي تساعدونه وخصوصا في بلدان التي العدو له قوة قد يأتي هذا بالمخاطر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعد الجميع إن شاء الله في نشر الوعي وكذلك المساعدة للمحتاجين رسpected brothers and sisters we are reading in the holy quran in surah al-fatih that the holy quran says محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله سبحانه وتعالى praises رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبل قاسم محمد اللهم سلح محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم وصل على علي أمير المؤمنين عليه السلام وصل على فاطمة الزهراء عليها السلام وصل على الحسن المجتبى عليه السلام وصل على الحسين الشهيد بكربلا عليه السلام وصل على أئمة المسلمين علي السجاد عليه السلام ومحمد الباقر عليه السلام وجعفر الصادق عليه السلام وموسى الكاظم عليه السلام وعلي الرضا عليه السلام ومحمد الجواد عليه السلام وعلي الهادي عليه السلام والحسن العسكري عليه السلام والحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجا حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة عباد الله خمسة أشياء سنسأل عنها قال الصادق عليه السلام كما نقل في الكافر يسأل الميت في قبره عن خمس عن صلاته وزكاته وحجه وصيامه وولايته إيانا أهل البيت علينا دائما أن نتذكر أننا مسؤولون مسؤولون عن صلواتنا وزكاتنا يعني الخمس والزكاة والصدقة وما شابه ذلك وعن الحج وصيام كما يقول الحديث سنسأل عن سيامنا وولاية أهل البيت عليهم السلام من أفضل الأعمال فعلينا دائما أن نذكر ونذكر أنفسنا عن هذه الأشياء الخمسة ترجمة نانسي قنقر